التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وذلك في إطار المتابعة الدورية لنتائج أعمال الهيئة والمشروعات التي يتم تنفيذها وعداد من ملفات العمل استهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي تمنحه الدولة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لدعم قطع صناعة باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج في الوقت نفسه أكد مدبولي اهتمام الحكومة بالتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية التي من شأنها دعم الاتجاه لتوطين عدد من الصناعات المهمة مثل مكونات صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات لسيما السيارات الكهربائية